لليوم الثالث على التوالي العالم كله أنظاره بتتجه لتطورات الأحداث في الضربات العسكرية الروسية على أوكرانيا وآخر الأحداث كان ما كان متوقعا قد حدث فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار حول أوكرانيا والمشروع ده اقترحته الولايات المتحدة وألبانيا والفشل ده جي نتيجة استخدام روسيا لحق النقدة أو الفيتو بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن أشر نص مشروع القرار إلى أنه للأسف يعني لغزو روسيا أوكرانيا الذي بدأ بعمليات عسكرية منذ صباح الخميس الماضي وصوت لصالح مشروع القرار ده 11 عضو في مجلس الأمن وامتنع ثلاث أعضاء أو ثلاث دول تحديدا عن التصويت على نص المشروع اللي صاغطوا الولايات المتحدة وألبانيا في الوقت نفسه وعلى الصعيد الخاص بالمفاوضات المتوقعة ما بين روسيا وأوكرانيا اللي بدأ الحديث عنها مؤخرا ويأكد ديموتري بسكوف المتحدث باسم الكريملين أن روسيا أبلغت أوكرانيا بموافقتها على المفاوضات وأشار إلى أن كييف قطعت الاتصال بعد إبلغها بالموافقة وردوهم باختيار ورسو بديلا عن مناسكا وقال الجانب الأوكراني بعد أن أبلغناهم موافقتنا على تنظيم مفاوضات في مناسكا اختاروا ورسو بعد ذلك قطعوا الاتصالات معنا تماما طيب في وقت سابق أيضا ذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مستشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أن كييف مستعدة لإجراء مفاوضات مع روسيا الاتحادية بشأن وضع محايد جديد يشوف في متطلبات الطرفين لحل هذه الأزمة والحصول على كل الضمانات الأمنية بشكل عام إذن بس أنت بنتكلم على ربما هيكون فيه انفراجة الانفراجة بها تكون من خلال الحوار الدبلوماسي مرة تانية نهاردة يا أحمد أوكرانيا لليوم الثالث على التوالي بتستيقظ على صفرات الإنذار والهجمات الروسية اللي قدرت في 48 ساعة اللي فاتت أنها تفرد واقع جديد على الأرض في أوكرانيا القوات الروسية سيطرت على مطار جستمال في دواحي العاصمة كييف وقدرت أنها تعزل قليم سومي في شمال شارع أوكرانيا غير تدمير 211 هدف عسكري في أوكرانيا لكن في المقابل أمين عام حلف النيتو قال أن الجيش الأوكراني بيقاتل ببسالة وبيلحق الخسائر بالجيش الروسي وكالت انترفاكس أوكرانيا قالت أن القوات الأوكرانية أطلقت عملية دفاعية في المناطق الجنوبية والشارع الخرسون حتى أنه كمان رئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي ظهر في فيديو مصور أمام مقر الرئاسة وقال أنه لسه موجود في كييف بجانب عضاء حكومته ومستمرين في الدفاع عن أوكرانيا بس أنت في الحقيقة يعني الغرب ما كانش اتجاههم الوحيد هو مجلس الأمن لأنه كان عندهم مجموعة من التحركات لهذه الأزمة تحديدا كان فيه اجتماع لقاضة النيتو اتفعوا على نشر قوات إضافية في الجبهة الشرقية للتحالف أو تحديدا في الجزء الشرقي من أوروبا بصورة تحقق الرضع العام وأمين عام النيتو طلع في مؤتمر صحفي وقال في المؤتمر ده لابد أن نكون مستعدين لفعل المزيد تجاه أوكرانيا لكن حتى هذه اللحظة لم يحدث شيء غير فرض حزمة كبيرة أو حزمة كبيرة من العقوبات يعني طالت الرئيس الروسي نفسه والاتحاد الأوروبي كمان هو اللي أعلن عن هذه الحزمة بالإضافة لوضع الرئيس الروسي بريدمير بوتين ووزير خارجيته على قائمة العقوبات ومن بعدها خرجت قرارات من بريطانيا بتجميد أصول بوتين ولبروف ثم واشنطن هي الأخرى تتحدث حتى هذه اللحظة عن عقوبات جديدة سوف يتم فرضها على روسيا بشكل عام نتيجة هذه الأزمة يعني كل هذه العقوبات بالتأكيد هتأثر على الجانب الروسي لكن من الواضح كده أن التأثير ده من الممكن التعامل معي خاصة أن من الواضح أن الجانب الروسي كان عامل حسابه على حاجة زي دي لكن الموضوع الأهم في أوروبا والغرب أنهم يتفقوا على قرار يتعلق بعزل روسيا عن نظام سوفت للمدفوعات العالمية بين البنوك وده ببساطة النظام اللي بيتم من خلاله الدفع بالدولار مقابل الاستراد والتصدير فيه اتجاه بيدعم طرد روسيا من نظام سوفت زي فرنسا وبريطانيا والتجاه تاني بيقول ما يفعشل أنه فيه مصالح اقتصادية زي مثلا الغاز اللي بتعتمد عليه أوروبا من روسيا اللي صعب على بعض الدول الأوروبية حاليا بالذات في الشتر أنها تستغنى عنه لكن واشنطن قالت أنه الخيار أو خيار إخراج روسيا عن سوفت غير مستبعد في الحقيقة بس أنت في الحروب ما فيش حاجة بعيدة وما حدش بيبعارف إيه اللي ممكن يحصل بدليل أن رغم المعارك اللي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة فيه اتصالات بتحصل ما بين الجانبين لبدء محادثات بين روسيا وأوكرانيا وده اللي أكده المتحدث باسم الرئيس الأوكراني اللي قال أنه بيتم منقشة الموعد والمكان لإجراء محادثات ما بين موسكو وكييف وقال كمان أن أوكرانيا مستعدة لمحادثات حول وقف النار وإحلال السلام طبعا بنتمنى أن تهدأ الأوضاع وتعود الأمور إلى مجريها مرة أخرى ونحن نتابع مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر يعني مستجدات الأحداث سوف نطلعكم على التفاصيل أول بأول لكن نصبح على حضراتكم مرة تانية وصباح الخير صباح يعني إن شاء الله آمن صباح الأمن والسلام هو اللي بيهيمن فيه على العالم كله ترجمة نانسي قنقر